دربت الأرجنتين موعداً مع تشيلي الدولة المضيفة في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأمريكية الجنوبية كوبا أمريكا وذلك بعد فوزها الكاسح على البراغواي بستة أهداف في مقابل هدف واحد في كونسيبسيون وسجل ماركوس روخو وهافير باستوري وأنخل دي ماريا وسيرخيو أكويرو وغونزالو هيكواين أهداف الأرجنتين ولوكاس باريوس هدف البراغواي وبعد عام واحد على خسارتها نهاء مونديال 2014 أمام ألمانيا تخذ الأرجنتين مباراة نهائية أخرى حيث ستحاول السبت المقبل وضع حد لفترة 22 عاماً من الصيام عن الألقاب وتخذ الأرجنتين هذا النهائي أمام تشيلي التي لم يصبت لها أن فازت بلقب البطولة التي أبصرت النور عام 1916 والتي ستلعبها أمام دعم محلي مكون من 45 ألف متفرج في المباريات السابقة خلقنا فرصاً كبيرة لكن الحظ لم يحلفنا للتسجيل ولحسم النتيجة وهذا ما فعلناه اليوم ويمكن الباراغواي أن تعوض الهزيمة وتكتفي بالمركز الثالث عندما تلعب مع البرو الجمعة المقبل 您 مبْحيا نعیgal وعندما تجرب remake من صارت خلقنا ترجمة نانسي قرضان ترجمة نانسي قتienza عجل ий